نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صلونا نقاشيا حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تنولت الجلسة النقاشية ملف المجتمع المدني ونقشت عدة محاور منها الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني للدولة وأبرز المعوقات التي تواجه المجتمع المدني وتمويل الأجنبي للجمعيات وكذلك قانون الجمعيات الأهلية المجتمع الأهلي في مصر ليه تاريخ طويل نحن منكلم يمكن في 200 سنة عدت مجتمع فاعل كليه تواجد بطبيعة الحال يعني أزمنة مختلفة من الرواق والخمول والمعوقات الحقيقة المجتمع المدني والأهلي الآن بيقود دفع قوية جدا هذه الدفع جات من القيادة السياسية والتنفيذية عندما أعلن في خامة السيد الرئيس أن عام 2022 عام المجتمع المدني والأهلي هنا الحقيقة يعني حط خط وتوقف عند هذه الدعوة اللي خلت المجتمع الأهلي نفسه يتوقف ويعيد حساباته من جديد إحنا أدقنا شكله إيه؟ إحنا بنقدم إيه لبلدنا؟ إحنا نقدر نعمل إيه في حالة لو خدنا مصطلح اللي موجود في المجتمع الأهلي في حالة التشبيك لأن كل جمعية كانت بتأدي نشاط لحالها المفترض أن يكون عندنا أو المناخ اللي يخلي عندنا مجتمع أهلي فاعل عشان يقدر يقوم بدوره الأول يعني عشان يبقى إحنا على أرضية مشتركة إحنا عندنا تشريعات وممارسة الحقيقة إحنا عندنا إشكالية كبيرة جدا أن فيه فجوة بين التشريع التشريعات إلى حد ما كويسة ما فيش فيها مشاكل لكن عندنا فيه فجوة كبيرة جدا في الممارسة أو الفرق بين التشريع والممارسة صحيح ولأن الممارسة للأسف بتتوسع في استخدام الأسلوب الوقائي وليس الردع في التعامل مع المنظمة وده بيعمل ضغط على المنظمات وبيخلي طول الوقت أنه فيه حالة من الشعور بعدم الأمن وأنه المناخ العام الخاصة بالمجتمع المدني مناخ غير آمن تمام؟ فده بس عشان نبقى إحنا دي الإشكالية أو التوصيف الأساسي دي المشكلة أو التحديات أو المعاقات اللي بتقابل المجتمع المدني